اشتركوا في القناة 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 وبناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة بتبني مخرجات عمل اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية اعتمد مجلس الوزراء الموقر توسيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد في 2018 حول تبني الحكومة لتقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع المجلس الاعلى للمرأة واعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين ليكون مرجعا بيانيا ومستودعا شاملا لمؤشرات قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الاقليمي والدولي ولقد برزت جهود سمو للعهد الداعمة للمرأة البحرينية وأسرتها بشكل واضح في مواجهة أزمة فيروس كورونا حيث جاءت مبادرات سموه مساندة لمساعي المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته في مواجهة هذه الجائحة لمباشرة الاحتياجات الطارئة للمرأة البحرينية وأسرتها إن الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من لدني سمو ولي العهد رئيس الوزراء ترجم الرؤية الملكية السامية بالارتقاء بالمواطن البحريني لسيما المرأة التي تشكل جزءا لا يتجزى من مسيرة البناء والعطاء ترجمة نانسي قنقر